السلام عليكم ازايك يا جماعة عاملين ايه يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل نسخة من وصفات الكاتوية سوس رول دايما اكتر اقبال عليها ما بتزبطش مع ناس كتير وانا كنت اقولهم ان شاء الله النهاردة هنجرب اقوى وصفة ونكحة جدا معانا ان شاء الله وفي نفس الوقت مقدرها في كل بيت على الرغم ان شكلها برفكت جدا الى ان تزيينها مقدرة موجودة في كل بيت ومش مكلفة على الاطلاق بإذن الله هتجربوا معايا نسخة ناجحة جدا ومثبوطة وما فيهاش اي غلطة اطلاقا وهتزبط معكم واتسمعوا كلام ما تقلش في فيديوهات قبل كده زي ما انتم عارفين كده بداية الامر ان كل حاجة بتكون معايا بدليل وكده هنشوف بإذن الله كل حاجة من جوة الفرن حتى تسوية الكيكة اللي هي خاصة بالسو السرول وكده من جوة الفرن عشان الناس اللي بتقول بانشاف مننا يا محمد نعرف ازاي اللي هو ياريت بقى يا جماعة كل اللي لسه جديد ينزل يعمل اشتراك وتفعيل الجرس وهم حاجة كل اللي موجود اعجاب للفيديو ومشاركة وما ننسوش تسيبوا لي تعليق عشان تعلاقاتكم بتفرحني جدا محدش بقى يا جماعة ينسى يسيب لي اعجاب وينسى يسيب لي التعليق عشان الطريقة بجد تستهل يلا نشوف الطريقة ويه المقدير اول حاجة يا جماعة معايا خمس بضات بالنسبة للناس اللي بتسأل على وزن البيت بيكون يا جماعة 250 جرام بعد التكسير في المرحلة الجاية نزلت عليهم ب120 جرام سكر نعم مش بضرة في نفس الوقت نزلت عليهم ب25 جرام محسن جل والمحسن جل اللي انت تجيبه تخدسك ما تجيبش اي نوع تاني غيره يبقى هو المتحدة بوله ما تجيبش اي نوع تاني مش هيثبط معك موجود في المحلات المعروفة يعني طيب يا محمد احنا برا وما عندناش محسن الجل نستبدله بايه بخمسة جرام خلي يا جماعة في المرحلة الجاية لما ضربت البيت بكل حاجة بالسكر بالمحسن ورفع معايا في المرحلة الجاية معايا 150 جرام دي خمس نجوم اضافة عليهم 20 جرام كاكاو أسباني وبهد السرعة وفي نفس الوقت 60 ملي مية بردة بافضل اضرب لحد ما القوم يعمل معايا كده زي فيرم بيكس كده يبقى معايا تمام جدا تمام في المرحلة الجاية معايا ساق 30 فاربعين مبطن بورق الزبدة زي ما انتوا شايفين هبدأ انزل بالخليط بتاعي كده وهبدأ اللي انا وزعه بسباتيولا او باي حاجة للناس اللي ما بتعرفش توزدع وزدعها شوائي لو مش متساوى معاك بيلي ايدك مية وازاي اكنك بتسوي كده بايدك اكنك بتبططي كده ما فيش اي مشكلة من المشاكل زي ما انتوا شايفين كده تمام بتوزدعي كده تلكم الناس اللي ما بتقدرش توزدع او تتملك من السباتيولا هتوزدعها باي حاجة وبعد كده تبلي ايدك مية بس تبسط جدا واكنك بتبططا عادي ما فيش اي مشكلة من المشاكل زي ما انتوا شايفين توزدع وتساوى معايا تماما انا هون في المرحلة الجاية مشغل الفرن بتاعي على الرف الاوسط على درجة حرارة 200 تمام مشغل فوق وعالهادي فوق على الهادي وتحت على درجة الحرارة بالفعل اللي هي 200 تمام شايفين عامل الفقعات اللي فوق ده دليل ان هو معايا ناجح بضغط على برجع تاني يبقى خلاص استوى معايا ويخرج ديريكت برا الفرن بس سيبه يبرد خالص تمام وبغطيب كيس شغل الفوتا في السوء السور ده غلط تماما تمام وبس سيبه في التلاجة بعد كده يا جماعة هبدأ اعمل الكريمة عاملها اقتصادية مش عامل وبينج كريمة او حاجة في نفس الوقت انا عامل مقدار كبير فانا اقولكم مقدار يا ضوبك على قد الخليط معاك 250 مل مية بزلت عليهم ب50 جرام سكر و125 جرام كريم شنطي دربت المية والسكر اختلطوا مع بعض تمام والمية تكون ساعة بتنزل بعد كده تدرجان بالكريم شنطي قبل ما يبدأ يعمل معايا فيرم بيكس كده يشد معايا بنزل بصوص شوكولاتة او نوتيلا بنزل ب15 جرام 15 جرام لحد ما وصل للدرجة اللي انا عاوزها تمام عاوز تحطي حاجات درك براحتك عاوز تحطي ككاو دي برضو براحتك عامل معايا فيرم بيكس كده يبقى تمام معايا هسيبه دايريكت في التلاجة لحد ما اشتغل بعد كده يا جماعة بعد ما سيبت السبونش في التلاجة بعد ما استوى وعرفنا ان هو استوى لما نحط ايدنا علىه خلاص برجع تاني تمام ومونامنا اللي احنا نغطيه فيه او كلام من ده او اي ملحوزة تكتب في صندوق الوصف ولازم يتحطي في التلاجة ويضغط طيب يا محمد ببرد معاك وبعد كده بتغطيه بكيسة تمام وفي التلاجة على طوال بعد كده يا جماعة بنبدأ انا اشهر وزي ما انت شايفين انا وصك ان ورق الزبدة معايا كويس فعشان كده ما شلتش الورقة اللي انا بالفعل عامله علي تمام شوف شريف طبعا اللي كان بعمل الحاجة دي عشان تبقى واضحة في التصوير اكتر تمام وبعد كده حطيت سو الشوكولاتة او ممكن تسئل لبن اي حاجة ده حاجة عادية تمام في المرحلة الجاية هبدأ كده يا جماعة اوزع الكريمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بتتوزع معايا بكل سهولة ما تققلوش الكريمة او يا جماعة في الشغل الغرب الكاتو كده احنا بنتقلها في الشغل الشرق عشان ما تبقاش شغل معايا معايا معاك تعمل كوم زي ما انتوا شايفين احنا في الشرق بنقلل نسبة الميا اوما في الغربي بنضعف مقدار الميا عن الكريمة اللي احنا حطنا ايه ملحوز اتكتبلكو في صندوق لصف اللف بقى يا جماعة اللي بيعاني منه الناس بتتني كده الورق اللي بتلف مش ايدك اللي بتلف خالص تمام اتلف معايا ما خدش وقت الورق اللي بتلف مش ايدك اللي بتلف دايركت يا جماعة بكبسه بحطه في التلاجة معلاش يا جماعة الكاميرا والله ما كانت بتصور وانا بكبسه من تحته كده من جنبه باي قبلكاشة عندي خشبة طويلة بالفعل وكبسيه وازدعت طبقة كريمشان طفقه معايا ورقة كده تانيها ولا ورقة فاكيوم او حاجة وبمشيها تتوزع السطح سبته يا جماعة في الفريزر شوية لحد ما شد معايا كده في المرحلة الجاية مسيح 200 جرام شوكولاتة خام حليب لاني ما بحبش الدارك بعد مساحة الداتلة يا جماعة 40 مل زيت انا بقول المقادير هنا بالجرام سمحوني وفي صندوق الوصف بالكوب والجرام لاني ده اللي تعودت علي بديلها كده رجع يا جماعة بالنوتيلة تمام وبعد كده بكسرها بفوصدق ما بحبش اللي انا خلي الحاجة تكون معايا هايسة او كده يبقى شكلها ملفت وفي نفس الوقت حاجة كده جاملة معايا طبعا يا جماعة كنت ادات له هريجة نوتيلة كمان تب كيس او بقرطاس افلاع عادي ما فيش اي مشكلة بعد ما سبته شد في التلاجة يا جماعة ببدأ كده حط السكينة بتاعت في مياه سخنة واقطع كده زي ما انتو شايفين بتقطع معايا بكل سهولة ملاحظاتنا سهلة ما فيش اسهل من كده طيب يا محمد بالنسبة للسمك نقطع وازاي سمك 2 سمت كده يا جماعة دي حرية شخصية تمام بتنزل كده بالسكينة تحطها في مياه كده مغلية في حاجة عميقة وبعد كده بتقطع على طولها تقطع معاك بكل سهولة ملاحظاتنا كانت سهلة من الصعبة خالص قلنا التغطية طفوطة ده غلط تمام حتى اللي انا كنت بروح لهم كورسات لأي حد روحت لهم في بيمنع الحركة دي وصراح كانوا بالطريقة عليها فيش كلام من ده قلنا ملاحظات مهمة جدا ايدنا مش اللي بتلف الصرور الورق اللي بتلف الصرور اسهل من كده ما فيش بنكبسه بعد كده بنزنقه يعني زي ما بنقول بخشبة مثلا بنتيجة عندك كبيرة وبعد كده تحط في التلاجة يشد في نفس الوقت تلاقي يعني يشد في التلاجة تصص الشوكولاتة تكون مسايحة تكونش سخنة قوي مسايح بالزيت شوكولاتة سايحة شوية حاجات اسهل منها ما فيش تسبي في التلاجة بنكل مرحلة والتانية كل ما يتحط في التلاجة يبقى اسهل ما فيش يعني اسهل من كده اهو يا جماعة زي ما انتم شافين عامل معايا قطعة كتير بالنسبة للناس اللي بتبعو اونلاين هتبقى القطعة بالنسبة لهم بكام هتبعوها ب7 جناء او ب8 جناء القطعة الوحدة انا سألتلكم فيها حاجة اقتصادية نعمة جدا بتدوب اكن انا جايبينه من محل مش عاملينه في البيت شفتوا الفيديو ما خدش مننا انا وقت ولا معقد خلص زي يا جماعة تمام محدش بقى يا جماعة ينسى يسيب لي عجاب وينسى يسيب لي تعليق وتكرقوا الملاحظات اللي هتتسابلكم في الكويس فسا نضغوا الوصف وان شاء الله هنكمل كل شغل المحلات بإذن الله في التورة والجتوات والآيس كريم وكل حاجة بإذن الله مع بعض السلام عليكم